اشتركوا في القناة عام الخير والبركة والازدهار تتحقق فيه الآمال والطموحات في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم أعلن رئيس الوزراء مصطفى مبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة تخصيص الدولة 490 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية في مؤزنة العام الحالي موضحا أن 10 ملايين ونصف المليون مواطن يستفيدون من المعاشات التي تقدمها الدولة والتي يتم دعمها بنحو 190 مليار ونصف المليار جنيه وأشار مبولي إلى أنه تم رفع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 5 ملايين أسرى بصورة دائمة بحيث تتحمل الدولة أكثر من 5 مليارات ونصف المليار جنيه إضافية لزيادة الدعم ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي اجتماعا موسعا جمع القيادات الأمنية للقوات المسلحة وناقش الاجتماع مجريات ما حدث أثناء تظاهرات المنطقة الخضراء وآلية حماية التظاهر بما يضمن عدم التعرض للمتظاهرين السلميين وأكد القادمي أن الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن وضمان السلم الاجتماعي وحماية المؤسسات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية كثفت أوكرانيا جهودها العسكرية لاستعادة أراضيها الجنوبية التي تسيطر عليها روسيا من خلال محاولة قصف القوات الروسية لعزلها في مناطق من الصعب إعادة إمدادها بالمؤن والعتاد وقالت أوكرانيا إن طائرتها قصفت خمسة مواقع أساسية روسية حول مدينة خرسان ومدينة أخرى في المنطقة إلا أنها رصدت دلائل على أن موسكو تعاود نشر قواتها للدفاع عن المنطقة أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا استمر لأكثر من ساعتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ وأكد البيت الأبيض أن الاتصال الذي يعد الخامس بين بايدن ونظيره الصيني ناقش عددا من القضايا الثنائية والدولية والإقليمية مشددا على أن المباحثات تدخل ضمن مساعي واشنطن للمحافظة على خطوط الاتصال بين البلدين وتعميقها وإدارة نقاط الخلاف كما أكد البيت الأبيض على أن بايدن أكد خلال الاتصال على أن سياسة واشنطن إزاء تايوان لم تتغير كما أعرب عن رفضه لأي جهود أحادية الجانب لتغير الوضع الراهن والمساس بالأمن والاستقرار في مضيق تايوان وبحسب البيت الأبيض فقد كلف الرئيسان فريقهما بمتابعة نتائج الاتصال وخاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي والسلامة الصحية نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون الاقتصاد الأمريكي قد دخل مرحلة الركود وخلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين أشار بايدن إلى وجود سوق عمل قوي جنبا إلى جنب مع الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار التجاري إلا أن بايدن توقع أن يكون نمو أطأ من العام الماضي أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن قانون خفط التطخم سينعكس بالإيجابة على جودة الرعاية الصحية وأصعارها وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن أن إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بتخفيض التكاليف للأمريكيين وأن الاقتصاد في مرحلة جديدة تركز على النمو الثابت والمستقر وأوضحت المسؤولة للأمريكية أن نصف التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤكدة أن الاقتصاد الأمريكي ما زال صامدا في وجه العواصف انتهى الموجز ولمزيدا من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كنت معكم شروق وقدي وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة